للسنة الخامسة عشر على التوالي تقيم دائرة الفنون الجميلة بكلية الأداء في جامعة القدس معرض دوام الذاكرة لإنتاجات مشاريع التخرج لطلبة السنة الرابعة كالخزف والنحط الأشغال اليدوية وأكيد هذا المشروع يأتي بهدف تحفيز الطلبة وإيصال رسالة فنية للمجتمعين المحلي والجامعي لمعرفة المزيد عن هذا المعرض يسعدنا أن نستقبل معنا في الستوديو أحد أصحاب مشاريع التخرج واللي هم صلاح الأسمر وميس داعور تميمي أهلا وسهلا فيكم أهلين أهلين في صباحكم أهلين يعني بداية نحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة يوم العمال وكماننا نحكي لكم أنه تعرفون على حالكم أكتر إيش فتدرسوا بالجامعة ومن وين أنتوا نبدأ من عندك ميس أسمي ميس داعور تميمي مقدسية فنانة مقدسية والحمد لله هذا السنة آخر سنة إلي قدمت مشروع التخرج بمعارض دوام الذاكرة تلع فيها أشياء كتير حلوة وكمان لوقيت الطلاب كان معرض موفق بشارك في معارض محلية وعلى أمل إنه كمان نطلع لبرة طمحاتي عم يشتغل شوية شوية بنحدد نقطة نحاول نوصلها وشوية شوية إن شاء الله نوصل للعالمية إن شاء الله أكيد إن شاء الله كويسة دائما طموح عند الشباب يعني أكيد هذا إشي مهم جداً أسمر تعرفنا على حالك؟ أنا صلاح أسمر من رمالله بدرس فنون جميلة ودائرة الفنون جامعة الكدس وإن شاء الله أنا السنة خريج آخر فصل إلي في الجامعة إن شاء الله تمام طبح كلنا عن المعرض يعني سبب التسمية كمان والرسالة والهدف من هذا المعرض المعرض بدوم تقريباً 16 عمل من عمال التخرج 16 طالب في كتير أعمال تتعلق في هذا الاسم مثل شغل الطالبة ورود ورود زهران وطالب محمد معالي من بيت لحم وطالب خليفة محمد في كتير أعمال برضو بتضم هذا الاسم بتضم اسم دوام الذاكرة أظهر إنه بتحكم الفكرة إنه في علاقة مشتركة بين الأعمال فهي يعني أجد فكرة داعمة لكل المشاريع كمان وبتعبر عنها بطريقة أعمال طيب هذا المعرض يعني هو 15 سنة بتم إقامته يعني على التوالي من قبل كلية الفنون الجميلة صحيح هذا المعرض 15 إحنا بنقيمه كل سنة على الفصل الثاني آخريته بنسوي في نهايته معرض بضم أعمال الخريجين وكمان أعمال الطلاب وبيكون بحمل نفس الاسم ولا كل سنة مثلا بيكون مختلفة كل سنة بالضبط وكل سنة بنحمل اسم نختار اسم بتناسب مع الأعمال المعروضة آه جميل جميل طب حكولنا عن الأعمال المعروضة في هذا المعرض طبعا كان الحديث عن أشغال يدوية ونحة يعني هاي مشاريع طبعا خرجية الكلية سنة رابعة بس طبعا هي المشاركين أو الخرجية طلبت للطلبة ككل لكل طلبة والخرجين آه للطلبة والخرجين كمان آه فاللوحات أول نقولي الأعمال الفنية بشكل عام اللي انعرضت هاي السنة ضمت تقماليات كتير متنوعة فكان المعرض مميز اتروحت الأعمال بين أعمال نحتية كمان تصوير بالزيت تصوير بالأكريليك كمان كان في عنا فن الفيديو آرت فكان في عنا التنوعة وهذا الموضوع سوالنا أكتر التنوعة أعطأوه للمعرض إنه كل إنسان على حسب هو ايش بلا شو بميل ايش هو زوءه لقى فكان معرض متنوعة وناجح ناجح بحضر الله صحيب هذا كمان المعرض كان مفتوح للزوار من خارج الجامعة أيضا آه أكيد المعرض كان مفتوح للكل صحيح المعرض من يوم الأربع اللي هو اللي في هذا المبارح ليوم الأربع الجاي وتم الإعلان عنه مثلا في وسائل الإعلام إنه في دعوات مثلا عشان ناس تيجي تشوف هذه الأعمال ممكن يكون فيه تواصل كمان ما بين أصحاب الأعمال اللي هم طلبة وأيضا المجتمع المحلي وعلى الموقع الاجتماعي فيسبوك منزلنا أنه منشورين على هذا المعرض وفي الجامعة نفسها حطينا كثير منشورات إنه منشورات كتابية أما من ناحية الإعلامية الترويج لا ما صار كثير فنتمنى المرة الجاي يصير هذا الكلام أكتر نعم وكيف حدثتوا أنه في تفاعل الحاضرين والجمهور هل بيعتعجبهم هذه الأعمال أنه يكون فيه تواصل كمان بين الخرجين وبين يعني مثلا ربما مؤسسات أو صاحبين أعمال أنه ممكن يتبنوا هذه الأعمال الفنية التجاوب الناس مع الأعمال الفنية كان يعني فوق المتصور لا توقع ناش هيك فهذا دليل كتير قوي ومنح إنه إحنا عم نستوعب الفن بالضبط والناس تقدر تشوف الجمال تقدر يتميز فالزوء عند الناس يعني بتطور يعني بالضبط إنه فيه ناس مهتمين ناس مش مهتمين فيه ناس لهم أشياء بيحبوا يروحوا إلها فبالمعرض لأ حسنا إنه في عنا قفزة حسنا إنه في الوعي الفني عند الناس تطور وهذا إشيء يسعدنا إنه كمان إحنا بالمكان إحنا عايشين فيه الناس اللي حولين يفهموا ويفهمونا مش يكون بس الناس من برا يجوا ويفهموا أعمالنا ويقدرونا كمان بدنا إحنا كون بالوسط اللي إحنا عايشين فيه عن رسالته اللي هي مشكلة عرضها وصورها بالخامل اللي هو بديوها يعني مثلا مايس شتغلت على الرمل على اللوحات ضفت إليهم رمل وجاب صين طين وصلصال كان رمل طين وصلصال كان مشروع كثير ناجح مشروع مايس أنا مشروعي كان على الألكابوند هذه مادة جديدة الأول مرة بتدخل بالفن دخلت مادة الألكابوند حفرت عليها كيف هي؟ هي عبارة عن طبكة ألمنيوم مع طبكة مطاط اللي هي لما تحفر فيها هي طبعا لون السلفر سهلة يعني أنك تستخدمها وتطوعها يعني بالطريقة فنية بالضبط، الحمد لله أنا قدرت طوعتها في المشروع تهاي كانت كثير ناجحة الحمد لله هي مادة بس فيها ثلث ألوان أو أربع ألوان ما استعملت أنا ألوان في مشروعي تعطي اللون السلفر والأسود ولمعات بس طب ومتاحة موجودة عنا يعني هي موجودة متوفرة كتير متوفرة أنا أخذتها من شركة الرابي اشتريتها على مشروعي من شركة الرابي وساعدوني فيها نعم، طيب مايس يعني إذا ما نتحدث عن رؤية الرجامعة قديش مهم يعني أنه مثل هاي المعارض أنها تتبنى أعمال الطلبة مهم لدعم الطالب يعني وكمان تشبيكه مع المجتمع المحلي بالضبط الحكتي مزبوط إحنا ندخل على الجامعة وندرس أربع سنين الجامعة بكون لها دور كتير كتير مهم في تفعيلنا كمان في المجتمع تساعدنا بإنه إحنا نوصل رسلتنا الفنية بأسلوب كتير منيح فتصور إنه الجامعة ساعدتنا كتير إنه نسقل هذا الموضوع ونطرح ونقدر نحكي بأكتر يعني من محل في المجتمع يعني ونقدر نتفاعل معه بالمعارض ونحكي كمان ففي دور للجامعة نقدر إحنا نخفي صحيح طيب مايس كمان حكي لنا أكتر عن هذا المشروع تبعك أنت كمان الأولى على الدائرة يعني أو الكلية هذا العام ألف مبروك الحمد لله بارك فيكي هلأ مشروع ضم خمس أعمال فكرتي بسيطة وحلوة وبنفس الوقت بتحملي كتير معاني حبيت أحكي أو أتناقش في هذا المشروع عن الطين وبالأخص عن العلاقة القوية اللي بتربط الإنسان بالخزاف والطين كلنا بنعرف بأنه الإنسان من أول ما ينولد بمر بمراحل متسلسلة لحد ما يوصل لمرحلة الموت وخلال هاي المرحلة هو بتأثر بكتير أشياء حواليه كتير أشياء تأثرت أمرات حتى ممكن كلمة صغيرة تأثر بالإنسان وتغيره وبنفس الوقت كل إنسان بيكون محفوف بمجموعة من العوامل والتأثيرات مختلفة عن إنسان تاني فإنتي يعني لو أخذناك مثلاً مثال وصلاح هو تأثر بمجموعة من العوامل والتغيرات سقلته خلتنا نشوف صلاح بهاي الطريقة وإنتي تعرضت العوامل تانية بيئية واجتماعية وثقافية خلتنا نشوفك بهاي الطريقة وإنتي سرتي في البيئة هاي بهذا الشكل فأنا بحكي عن هذا الموضوع شبهت الموضوع باستلصال استلصال أو خلينا نقول بداية عن أبسط مادة يلي هي الطين والإنسان خلق من الطين يعني كمان وخلقنا الإنسانة من سلصالين كالفخر يعني هذه الآية كتير استوحيتي منها يعني استوحيتي منها يعني الفكرة فالسلصال أول إشي بيكون تراب بيكون مادة بسيطة موجودة وينما كان بعدين بنشكله ونحاوله الطينة مع الرطوبة بعد ما يحولوا ونشكله على أي شكل بدنا إياه من لونه انتي ايش الأشكال اللي كنت عاملها يعني في الطين أنا ربطت الموضوعين هدول بموضوع واحد طلعته وبلورته اللي هو أنا حولت كان في إلي شخصية خاصة فيي بالأعمال الفنية شبهت الإنسان به كيف هو كتلة من الطين ففي عندي عدة لوحات لوحة الولادة كانت هي لوحة بتصور الجنين وهو لساته طين لساته ما تأثر بالحياة في عندي لوحة الطفولة بداية تأثر اتلون سر لونه أبيض وبعدها شوية شوية بعدين في عندي مرحلة البحث عن الذات المرحلة اللي احنا هلأ بنمور فيها عم نحاول نسبة حالنا نشوف فيين احنا صرنا بالمجتمع شيطه محاطنا هاي المرحلة احنا بكل في عنا أحلام بس حتى لو كانت كتير عالية لازم نفكر فيها وقالله أعطونا نعمة أن نحلم فالإنسان لا يحلم لا يصل فأنا حبيت أحكى عن هذه الفكرة بعدين في عندي لوحة الأسرة أو الشباب كيف الواحد يقدر يوصل إلى الأشياء التي حققها وبعدين بنتي بآخر هذا يعني سلسلة أنت عامل سلسلة من لوحات سلسلة يعني ما تستثني أي عمل أو تطلعي أو تستغني عنه لأن العمل أنا عندي متكامل متسلسل لحدة ما نوصل لمرحلة هنقول عنها الموت هاي دورة الحياة أنت عامل دورة حياة الإنسان تضظف أكيد بقتيها في هذه المرحلة بيكون الإنسان تأثر وصل لمرحلة صار ملون باللون الأزرق اللي أنا برمز له للحكمة والإنسان المتحدث الحكيم اللي تعلم كتير من الحياة وصار لونه زي لون الخزف أنا نعرف إحنا أول لون اللي تلون فيه الخزف واللون الأزرق وكثير الحضارات امتازت بهذا اللون فهو بكون يتعلم جميل وتلون ومع هايك ما وصل للكمال هو نعرف الكمال لألا باس بس بيكون فاد مجتمعه في هاي اللحظة جميل كثير يعني أكيد مطمئنا لك التوفيق صلاح تحكين عن مشروعك الفكرة منها أنا مشروعي تبنات فيه مشكلة الطلاق المجتمع صارت أنا كثير أنا شفت مشاكل الطلاق خمس أو ست حالات اللي أنا شفتهم والناس اللي بعرفهم مشروع عبارة عن خمس لوحات اللوحة الرئيسية اللي هي الشجرة اللوحة مرسوم فيها شجرة وجواها البابي الجنين هادي طولها مترين واربعين في متر وستين هادي عبرت عنها انه شجرة آدم وحوة اللي هي بتربط العلاقة بين المروج الزلمة بتربط بين علاقتهم هاي الشجرة انه شجرة آدم وحوة خلاص فهاي اعتبرتها الرمز الوحيد لمشروعي شجرة تفاحي أكيد يعني لأنه أكيد انه هي بس تحوير لشجرة وهم اللوحات تجريدية للمرأة و للزلمة و للأطفال الشجرة الأولى كانت هي شجرة من جذور من أصول مختلفة وتجمعوا صار ساك واحد اللي تكون فيه الجنين اللي هي هي مرحلة الزواج وبعدها بيطلع كمان شوي بتصير مشكلة الطلاق اللي هي بتنكسم الشجرة لنصين مؤثرة هاي الفكرة يعني هذا الشك اللي في الشجرة بيجي على رأس الجنين في الشجرة النوط تنفسخ الشجرة نوصين أما اللوحات الثانية اللوحة الأولى هي للمرأة الثانية ربي اللي هي متر بمتر و تمانين متر و تمانين بالطول متر بالعرض اللي هي جسم المرأة بس بتحوير كامل و ملفوف حواليها كشطات او حزمات اللي هي عبرت عنها بالمشاكل اللي بتمر فيها بعد مرحلة الطلاق و الضغوطات اللي من أهلها و من زوجها نظرة المجتمعية كمان بالضبط نظرة المجتمعية يعني اثقات المجتمعية للمرأة المطلقة و كانت كتير في اللوحة انه عبرت انه هي تكون مكترثة كتير لموضوع الشجرة اللوحة الرئيسية هي مرتبطات مع بعض جم بعض وكانت كتير مكترثة للموضوع اما بالنسبة للزلمة فحورته كتير و هي مكيدة اما بالنسبة له كان مفلوت مش مكيد ما في اي كيود تمسكوه كان الطريقه الدامه مفتوحة و من ناحية الشجرة ما عنده اي اهتمام و متفرج على الجهة التانية اما بالنسبة للأولاد فعملت فيهم انه التأثير في البنة طبعا بكون عاطفي فعملت عند الكلب هيك تأثيرا اللي هي بتبين انه التأثير فيها عاطفي اما للطفل فعملت التأثير عقليا انه في الراس عملت تأثيرات في الالكابونت فهيك عبرت عنه انه المشاكل بتصير معها عقليا كيف يعني كنت تشوف تفاعل الناس لما يشوفوا هاي اللوحات كانوا يسألوك كيف كانوا يعبروا عن تفاعلهم او نظرتهم لهذا العمل الفني انه كثير شفوها موضوع واقع والاكثر انه اللي عجب المرأة انه اكثر اشي اللي كانوا اشرح لهم اللي هم النساء كانوا كثير يتأثروا في الموضوع انه يشوفوا امر واقع ويشوفوا انه هاي المشكلة كثير واردة عنا في المجتمع الحمدلله كان اكبال مني على المشروع وان شاء الله خير طيب يعني سمر انا شايفة كم مهم انه كل مشروع سواء مشروعك او مشروع صلاح انه بيحمل فكرة معينة كم مهم للفنان انه يكون عنده هاي الثقافة هذا الاطلاع هذا الوعي يمكن صلاح اخذ مثلا نموذج من واقع مجتمعي يعني كيف انه منشوف تزايد او ارتفاع عن نسب الطلاق مثلا انت عم تحكي عن فكرة يعني يمكن عميقة فيها شوية فلسفة يعني قديش يعني الناس ما بتدرك انه بتخصص بالفن او بدرس فن انه لازم يكون عنده هاي الافكار الفلسفية او الثقافة العالية بالفعل يعني الناس يمكن في مجتمعنا لسه الثقافة المجتمعية ما بتعتقد انه الفن دراسي يعني او انه مرتبط بالمعرفة والثقافة يعني زي ما هو بالغرب يعني هناك كمان بيكون في درجات عليا يعني في تخصصات مثل هذه فاديش هدا مهم وبنعكس على تطور الفنان ها الموضوع اللي حكيت عنه كتير مهم احنا بمجتمعنا مع انه في تطور وهذا اشي محسوس وهذا اشي منشهد له احنا بالتطور والوعي قصة الفن علاقته او نظرة المجتمع اليه او خلينا نقول بشكل عام الفن هو اشيئين بالنسبة الي يعني انا كيف بشوفهم كمعيس انا بشوفه فن الشكل ومضمون الفكر وهدول اشيئين او عنصرين مش ممكن تبصليهم عن بعض فانتي بتعجبك لوحة بتقربي عليها نداءها البصري بيكون بشدك فانتي عجبك الشكل بعدين بسيري تفكري فيها بسيري تشوفي شو المضمون شو الدافع اللي خلل هذا الفنان يرسم هاي اللوحة ففي فكرة في مضمون الجمال اشيئ كتير مهم وموجود في كل محل الله خلق كل اشيئ والجمال موجود في اي مكان وانطبق على اي اشيئ حتى جسم الانسان بحقق نسب احنا مسميها بالفن القطاع الذهبي الجمال هلا قصة اللي بتحكي عنه قصة الفكر هو اشيئ كتير مهم بالنسبة انا ما باعرف اذا قديش بنعكس يعني كمان بنعكس على يعني العمل الفني وقديش انه كمان لسه ثقافة مجتمعية ما بتفكر انه يعني الفنان لازم يكون صاحب فكر وصاحب فلسفة وصاحب رسالة يعني بس الفكر بلعب دور كتير مهم يعني الفكرة بالاساس وعلى اساسها بندني كل شيء نعم على كل حال انتهى وقتنا احنا اكيد نتمنى لكم التوفيق في مشاريعكم بحيب اشكركم ضيوفي صلاح الاسمر وسمر ميس ميس داعور تميمي طلب من جامعة القدس شكرا لنوجودكم معنا شكرا مشاهدينا خلينا نروح لطقلة يوتيوب